هل الآن بدأ فيه صحوة تانية ولا؟ بسيطة، مش زي التمانينات ليه؟ الثقافة بتاعت الشباب اتغيرت الدنيا بقت غالية الأسر اللي لسه متكونة جديد عليها ضغوط جامدة ما بيهم مصاريف مدارس وعيال وسكن فيه ضغوط ما كانتش موجودة علينا في التمانينات لكن ابتدت أشوف ناس بيشتغلوا ويلولي أنا عايزة بعد الشغل أعمل كذا يعني يتطوع بوقته للمساهمة فيه شيء مجانا بس لازم يبقى فيه مساحة جمدة للجامعيات الأهلية القاعدية الصغيرة إنها تشتغل مع مجتمع محلي كل جامعية أهلية في المجتمع بتاعها مش لازم تبقى جامعيات ضخمة ولا اسم لامع ولا بتاعها حاجات هادية ويبقى لها المساحة إنها تنزل تقعد مع الناس تعمل التشاور ده حاجة اسمها التخطيط بالمشاركة التخطيط بالمشاركة ده بيقول ما فيش حاجة تعمليها في المحية بتاعك إلا لو سألتي الناس طيب تسألي الناس إزاي تدخلي في عشوائية كده وأنتي مش عارفاهم فتاخد مرحلة تعارف وبعدين التشاور ده كان زمان سهل جدا أنك تعاضي تحت شجرة وتتشاوري مع الناس عايزين نعمل صرف الصحة عايزين ندخل موسير مياه ده قبل ما الدولة تعمل كل حاجات كانت الناس بتعمل حاجات محلية لنفسها مشروعات صغيرة قروض هكذا